تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيرفي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد واللي بطلب منكم الآن تشتركوا بقناة سيرفي سبورت على اليوتيوب عشان يوصلكم مقاطع أكتر وأسرع من أي مكان آخر حلقة اليوم أيضا تحويل إحدى مقالات يوم الاثنين زي ما بتعرفوا أنا بطرح كل اثنين مساء تقريبا مقال بفيسبوك بتويتر بإنستغرام نتكلم فيه بكرت القدم وحالات فيها فبعض الأحيان بعد فترة هيكة أحول هذا المقال لفيديو وهذا منها متى ممكن تصير خسارة لاعب مجانا مربحة للنادي يعني أنا نادي أقول للاعب يطلع مجانا وأنا الربحان مش هبيعك قبل الموسم عنا قاعدة في الإعلام دائما نحكيها وينتهي عقده بـ 22 وهذا معناه أنه نادي رح يضطر يبيعه بـ 21 إذا ما قبل يجدد عقده هذه نظرية إحنا من نكررها بس هذه نظرية مش دائما صح يوما ما لما ليباندو بيسكي في 2013 رفض يجدد عقده مع دورتمون خرج كلوبه قال هو رفض يجدد عقده هيخرج مجانا لكن لعند تلك اللحظة يجب أن نكون مستعدين شو رح عمل دورتمون خلى ليباندو بيسكي رح اشترى أوبام يانج ومختار يانج أوبام يانج دخل أول موسم وفي عنده مكينة الأهداف ليباندو بيسكي في الملعب وليباندو بيسكي سنجل تقريبا 20 هدف في ذلك الموسم وساعدهم يتأهلوا من الدور الأول في دور الأبطال للدور الثاني إذن ليباندو بيسكي وحتى بدور 16 علي متقلق ووصلهم بدور الثمانية في ذلك الموسم ففعليا إنه كنت بدي أخذ من بايران ميونيخ لو بيعتهم أيام 2013 هاخد 40 مليون أنا شو عمل خليت ليباندو بيسكي أهلني دوري أبطال السنة الجاي أهلني دوري أبطال للدور الثاني السنة هذه وبنفس الوقت خلاني أشتر اللاعب زي مختريان وزي أوبام يانج وأبنيهم وأطورهم بهدوء بظل وجود النجم الأكبر ليباندو بيسكي فانسجموا بالدور الألماني بدون ضغوط ونجحوا بعد ذلك ورجعت بيعتهم فلما تجي تحسبها على الورق بيطلع دورة منتربحان 100 مليون مقابل إنه خسر ليباندو بيسكي مجانا فمش دايما إنك لما تخسر لاعب مجانا معناها أنت خسران يعني الآن في قضية إمبابي فلازم سان جيرمان يقف مع نفسه لو جدد إمبابي ولا لا لو جدد انتهت القصة لو ما جدد هل لازم أبيعه بـ 21 ولا بـ 22 شوف فائدة أخليه بـ 21 معي موسم إضافي وشو المقابل مثلا والله لو جاييني 100 مليون لا والله 100 مليون لا بأخذهم أحسن مما أخلي إمبابي فمثلا لازم يقيسوا المبلغ اللي حييجي من بيع إمبابي ويشوفوا شو ممكن يجيب لهم لو ضل محهم شو ممكن يبنوا حولهم مش بس كنتائج كلاعبين ممكن يجوا ينسجموا في ظل وجود إمبابي تفاصيل مختلف إعلانية تسويقية جماهيرية الشعبية الجمهورة تيجي على الملعب نتيجة وجود هذا اللاعب إلها حسابات فمش دائما خسارة لاعب مجانا تعني خسارة مجانية حتى اتفاجأت وأنا عم ببحث مرة كنت بقانون بوسمان في القصة اللي عملناها قصة الأسبوع اتفاجأت إنه فيه نظريات اقتصادية ومعادلات وحسابات للأندية والاقتصاديين اللي في الأندية عشان يقولوا بيعوا هذا الصيف ما في داعي تستنوا موسم إضافي أو طلعوا هذا اللاعب مجانا أحسن إنه بيكون هذه نظريات اقتصادية معقدة من زي ما حم نشوفها بجهة مباشرة خسارة اللاعب المجانية مش دائما خسارة إذا عرفت كيف تدير الموسم الأخير تابعه تستفيد منه كلاعب وتستفيد من دمج لاعبين آخرين للمستقبل في تلك الفترة نصره النهاية تهي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة